السلام عليكم مرحبا بكم في قناة القراويين اوبن كورسوير بعد تعرفنا في الفيديو الماضي عن ستيب ريسبونس لي سكن اوردر سيستم وتمكننا من رؤية جميع حالاته بتغير ديمبينج راسيو زاتا فبما ان الترانسفير فانكشن لسكند اوردر سيستم هي كالتالي وان ادخلت ستيب على هاد السيستم فستيب اي يولي تاي يساوي واحد ان حولته الى لا بلاس فما هو الا يو كبير لس تساوي واحد على اس بالتالي فضرب يولي اس في جي لس وعمل انفرس لا بلاس ترانسفورم سيعطيك ستيب ريسبونس بالتالي فانت في مطلب كماند ويدو تعرفوا سيمبوليك فاريابل زاد واس وكذلك ناتير الفريكفنسي بالتالي فبالستطاعتك ان استعملت اي لا بلاس اي الانفرس ترانسفورم لضرب هاد ترانسفير فانكشن في واحد على اس هون وهذه الترانسفير فانكشن للسكند اوردر سيستم بالتالي فانت تستطيع ان تجده ستيب ريسبونس وبالتالي فما طلب سيعطيك ستيب ريسبونس بطريقة عامة اي ستيب ريسبونس بعلاقة اوميجا ان وزادة مثلا زادة في هاد الحالة هو زادة وان عملت سيمبوليكيشن لستيب ريسبونس وعودت الناتير الفريكفنسي اوميجا ان بدمبت فريكفنسي اوميجا دي فانت ستجده هاد ستيب ريسبونس بالتالي فانت ستجده فورماط احسن من هاد الفورماط لكن المشكل الوحيد هون هو في اوميجا دي اتت في المقام وفي حالة ان كان زادة يسوي واحد فسيكون عندك سافر في المقام بالتالي فممكن ان يكون مشكل لماطلاب لذلك فانت ممكن ان تحل هذا المشكل بتعبيرك عن زادة مثلا انه هو واحد زائد ابسيلون بحيث ان ابسيلون يكون عدد صغير جدا وبالتالي بمساعدك لهذا الحل فبامكانك باستعمال هاد الماطلاب فانكشن لكي تعبره عن ستيب ريسبونس للسيجند او در سيستام تعرف اوميجا اين في الاول بانه هو واحد تعرف الدالة التي ستحصل عليها لستيب ريسبونس وتغير الزمن من صفر الى اثنى عشر بخطوة صفة صلة واحد تعرف ديمبينج راسيو من صفر بخطوة صفة صلة واحد الى صفة صلة تسعة وبعد ذلك واحد زائد ابسيلون ابسيلون يعرفه مطلب انه عدد جد صغير وكذلك اثنان وثلاثة وخمسة وبمساعدة حلقة تكرار فور فانت تعرف زد بانه هو ديمبينج راسيو تعرف ديمبينج فريكفنسي تعرف بعد ذلك واي للتي بهذه الفنكشن بعد ذلك تعرف هذه الفكتور وفي الاخير تقول له بلوت لي واي واي بالنسبة للزمن هذه ستكون هي step response وبمساعدة function serve لمطلب ممكن انه يعطيك three dimensional representation اي علاقة الفنكشن واي واي بالدمبينج راسيو هذا هو ديمبينج راسيو زيتا هذا هو الوقت حسبنا الى غاية اثنى عشر وstep response تكون بهذه الفنكشن واي كان زيتا اصغر من واحد واكبر من الصفر في هذه المنطقة فانتظر بانه هناك ديمبينج وان ارتفع الزيتا فالاوسيليشن تتقلص اي هذا الاوسيليشن تتقلص في هذه المنطقة والاوفرشوت يصبح كذلك صغيرا لا يكون عندك هذا الاوفرشوت لكن مع ارتفاع الزيتا اي في هذا المجال نواي تتطلب الكثير لكي تصل الى استيليستات لان استيليستات هون لاننا نعملو step response الى غاية واحد فتتطلب وقتا طويلا او حتى انها لن تصل الى steady state التي تريد ان نصل اليها وهذا ما يسمى ب steady state فبالنسبة لstep response هناك العديد من specifications التي تساعدك في تحليل جواب نظامك على unit step مثلا هناك ما يسمى كما قلنا steady state value اي قيمة y اي مخرج للنظام closed loop في مولا النهاية ان كانت وقت ب steady state فهذا steady state انت تجدها باستعمالك لخاصية مهمة بالنسبة للا بلاس transformation بالنسبة للا بلاس ان كانت يذهب الى الصفر فاس يذهب ايما لنهاية والعكس ان كانت تذهب ايما لنهاية فاس يذهب الى الصفر بالتالي فهذه steady state value ممكن انت تستعملها ان ادخلت هاد step على نظام ج اس للا بلاس ترانسفورم لليونيت step هي واحد على اس مضرب في نظامك وتضربه في اس فعوض ان تحسب ان تذهب الى من النهاية فاس يذهب الى الصفر فتكون هذه ما هي الا ج لسفر فبالنسبة للاكويفانت ترانسفورفانكشن موديل ما هو الا هذا بطريقة عامة وبالتالي فالج لسفر ما هو الا بي ام زائد واحد على اين اي الكونستانت التي لا تسعلق باس لان اس سيصبح سفرا بالتالي فهنا سيكون بي ام زائد واحد وان كان النظام يعبر عليه بستيتس بيس موديل وانت لديك الماتريسس A B C D فال steady state value انت تجدوها بهذه الطريقة وان كان لديك كذلك ال control system toolbox لمطلع فانت بي استطاعتك ان تستعمل هذه الفنكشن ديت سيجين لجي كتجدو ال steady state value بالنسبة لستيب ريسبونس لسكند اور سيستم هناك ذلك ما يسمى بالرائز تايم دائر هذا يعرف لك الوقت ما بين لحظة التيوان والتيتو اي ان الرائز تايم ما هو الى التيتو مينوس تايوان تايوان تعرف ان وصلت ستيب ريسبونس الى عشرة في المئة من ال steady state value والتيتو يعرف بان وصلت ستيب ريسبونس الى 90% من ال steady state value هناك كذلك ما يسمى بسيتلينج تايم تاي اس هو يعرف هون في هذا المجال ان دخلت ستيب ريسبونس يعني تكون ستيب ريسبونس هنا مثلا دخلت في هذا المجال يكون عندك هون هذه واي وتكون اي واي لما لنهاية دي ال steady state ويكون عندك هون قيمة تسمى واي وهنا كذلك واي فان دخل ال output signal الى هذه البند الى هذا المجال بحيث انه سيكون ما بين steady state-y وستادي ستيت زائد واي اي ان دخل الى هذا المجال فهذا الوقت الذي سيدخل فيه ستيب ريسبونس الى هذا المجال يسمى بسيتلينج تايم وغالبا ما يعرف هذا السيتلينج تايم باثنان في المئة او خمسة في المئة من ستيدي ستيت فاليو هناك كذلك ما يسمى بالاورشوت فاليو ام بي والبيك فاليو والا ام والا ام هو البيك فاليو والاورشوت يعرف فقط بالبيك فاليو ناقص ستيدي ستيت فاليو على ستيتيت فاليو مضروبة في مئة في المئة كتجدها كذلك بالبرسنت ان هذه قيمة مهمة انت تريد ان تعرف الكلوزد لوب سيستم لك اي الكنترولر والنظام وكذلك السنسور يعني سلوكه في الاول الى هون مثلا البيك فاليو لا يجب ان تتعدى مثلا قيمة ما كي لا تقرب نظامك فهذه القيم هي قيم جد مهمة تساعدك ان تتعرف ان كان الكنترولر الذي صممته يجعل من سلوك النظام الكل اي الكلوزد لوب سيستم ستيبل فهذا كله انت بمساعدة مطلب ويحسب لك كل هات الاشياء او تراها بطريقة graphical فان عرفت مثلا هون ديبينغ راسيو وصف 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 وخمسة وان ناتير الفرقونسي وواحد وعرفت هذه الترانسفر فانكشن مثلا واردت ان تحسب step response فا يكفيك ان تستعمل هذه الفانكشن step للجي سيعطيك منحنة يعني ممكن ان تتعرف في عن هذه القيم التي تعرفنا عليها بالتالي فهو سيعطيك step response وبالright hand click ممكن ان تذهب الى الكاركتريستيك ويعطيك مثلا pick value فانت ممكن ان ترى مثلا ماهي pick value هون للامبليتود الى واحد فاصلة ستة عشر لوفرشوت مثلا ستة عشر فاصلة ثلاثة في المئة عند الزمن ثلاثة تسعة وخمسين ممكن كذلك ان ترى settling time rise time او steady state مثلا cruise loop system كذلك ذهب في steady state الى واحد بالتالي فانت كمهندس تحكم لن تستغنى عن هذا التول بالcontrol toolbox لمطلب فهو يساعدك في تحليل انظمتك فكذلك هاد step response بمطلب ان تستطيع كتابتها بطرق مختلفة فان استعملت فقط step كما استعملنا في المثال قبل يعطيك رسم اوتوماتيكي للstep response اي منحنة step response ان قلت له y والt هي step للج فهو سيعطيك فقط step response لكن لن يرسمها بالنسبة لهذا الكتابة ان اعطيته كذلك step للج و tf فهو سيعطيك simulation الى غاية tf التي ستحددها ان ادخلت y هو step للج و كانت t هي vector فسيعطيك simulation خلال هاته time vector t وان ادخلت كذلك بهاته ال vector او بالoutput vector x فان كانت ج state space فسيعطيك state x وكذلك ان اردت ان ترسم step response للعديد من system models فبنفس الكواردينيات فانت ممكن ان تعمل هذا الكول للfunction step بحيث ان اعطيك G1 ب solid line اي خط غير متقطع سيعطيك G2 ستكون ب dash dotted line اي باته الطريقة وسيكون لون ازرق اي blue و G3 ستكون بلون احمر اي red وستكون ب dotted lines لكي تستطيع ان تفرق بين G1 و G2 و G3 ان كانت بنفس الكواردينيات فهاته step function انت ممكن ان تستعملها لكل LTI model object اي لكل linear time invariant model object اي ان كان لديك state space او zero pole gain representation مثلا انت ممكن ان تطبقها كذلك على ال continuous systems وكذلك discrete systems انت ممكن ان تطبقها على single input single output systems او على multiple input multiple output systems بالتالي فهاته ال function هي طريقة جد مهمة لكي تجد step response ل linear systems فان كان مثلا لديك هذا النظام هاته transfer function بها delay لان هاته القيمة هي delay كما عرفنا في فيديوهات الاولى من هاته السلسلة تعرف له هاته transfer function بهاته الطريقة اي بالكوفيسينت اي بطريقة النظرية لكوفيسينت للدينوميناتو والنوميناتو لاي او delay في هاته الحالة اي input output delay هو واحد واستعملت step function لجي فهذا كان هو ال input model وهاته هي step response وتقول له بانك فقط تريد ان يكون final simulation time و30 فسيعطيك هاته step response وكما قلنا فانت فقط ب right hand mouse click فانت تستطيع ان تجد كل القيم التي ستساعدك من تحليل هاته step response هذا بالنسبة لل continuous time مثلا فماذا ان كان لديك نظام ولديك simple interval اي تريد ان تحليله بالdiscret time فان كانت مثلا هذه transfer function لنظام ما به delay ولديك simple interval يعني اربع قيم فبمطلب انت تدخل كما اعتدنا transfer function لهذا النظام بالdelay بعد ذلك تحول بالfunction التي تطرقنا اليها في الفيديوهات الاولى كي تحول من ال continuous time الى ال discrete time بالتالي ففي جي وان ستحول جي بمساعدة هذا السمبلينج انترفال وبمساعدة طريقة zero order hold جي تو ستكون هي تحويل جي او step response الأصلية أي step لj وبعد ذلك سيعطيك step functions لj لما ستعمل discretization ويعطيها مباشرة ب stairs أي بأدراج فأنت ستتعرف مباشرة ما هي G2 مثلا ستترى بها مرسوم بهذه الطريقة و G3 بهذه النقط و G4 بناقص و نقطة مثلا فما نلاحظ هنا أنه كلما كبر sampling time الذي نعمل به discretization كلما فقدنا معلومة النظام الداخلية أي سنبتعد عن step function الأصلية فبالنسبة G4 عملنا discretization ب 1.2 و نرى بأن discrete step function بعيدة كل البعد عن step function الأصلية إن كنت تريد أن ترى transfer function أو Z transfer function لجي 1 أو جي 2 جي 3 أو جي 4 يكفي أن تكتب جي 3 وتعمل enter وهو سيعطيك صيغة جي 3 و كذلك simple time فهذه طريقة كلنا تعرفنا عليها لكي تحولها نظاما من continuous time إلى discrete time و كما تعرفنا من قبل فأنت تستطيع كذلك بالright hand mouse click أن تستطيع أن تتعرف على الكاركترستيك لهذه الأنظمة فكذلك هو يعطيك system أصلي blue, blue dash, dotted أو dash dot ممكن أن ترى الكاركترستيك settling time, rise time, steady state إلى آخره في بعض الأحيان أنت لا يكون عندك system بل يكون عندك multiple input multiple output system فإن كانت لديك هذه transfer function matrix أي لديك هذا النظام به two inputs two outputs فأنت ممكن أن تدخل transfer function لكل input على حدة أي هذا input one output one output two إلى آخره تدخلها كما تعودنا بمساعدة transfer function تدخل coefficients مثلا للكسر والمقام بعد ذلك تدخل delay كذلك بالنسبة transfer function المتبقية بعد ذلك أنت تقول له بأن النظام G هو هذه الماتريس مثلا متكونة من G11 G12 G21 و G22 بعد ذلك ممكن كذلك أنت تستعمل هذا step وإن أدخلت statements بالcommand window فهو سيعطيك أربع step response لما يدخل input one يكون عندك في output one هذا step response و بالoutput two هذا step response كذلك هنا يعطيك لما سيكون input two أي هذا output one لما يدخل input two وهذا step response هي للoutput two لما يدخل input two بالتالي فهذه طريقة جد مهمة تساعدك في أن تحسب أو تتعرف على step response لي multi variable system هناك العديد كمحركات الكهربائية أو روبوت إلى آخر هناك كذلك زيادة على step response ما يسمى بال impulse response فإن كان لديك نظام ما تدخل له input و يخرج output هنا تكون transfer function j فإن أدخلت هنا function معروفة في الرياضيات تسمى ب direct impulse أو direct distribution فهي تكون تقريبا ما لنهاية والوقت تقريبا يقولي للصفر فأنت تحصل في output فهذه direct impulse laplace transformation لها هي واحد أي أنك إذ أدخلت ال-input ب-laplace مضرب في j ل-s يساوي output وهذا transfer function له هو واحد بالتالي ف transfer function للنظام تساوي output فهذه طريقة تستعمل بالcontrol theory لكي تستطيع أن تعمل identification للسيستم لماذا؟ لأنك أنت لما يكون عندك black box مثلا أنت لا تعرف ما به ففقط إن طبقت هاته direct impulse فأنت تستطيع أن تحصل على output هذا output بيكون فقط هو سلوك النظام أي transfer function للنظام وبالتالي إن طبقت direct distribution على نظام ما لا تعرفه ستحصل على سلوك النظام أي transfer function للنظام تالي فهذه impulse response جد مهمة لتحليل linear systems وبنفس الطريقة فإن كان لديك نظام ما جي تدخل له transfer function له وكذلك تعمل call لهذه function impulse بنفس طريقة step يعني impulse للنظام جي وتحدد له simulation final time هو 30 ويعطيك impulse response لهذا النظام وبطريقة عامة فمطلب ممكن كذلك أن يساعدك أن تحسب أو ترسم step response لنظام ما إن كان النظام مثلا به مدخل يعني غير معنى ليس بstep ليس direct tools ليس direct impulse بل فهي مثلا مداخل معقدة فبالتالي فأنت ممكن أن تسعمل ما يسمى السم موجود كذلك بالcontrol toolbox لمطلب السم للنظام الفكتور للإنبت لديك لأن هنا لديك input 1 input 2 أي وكذلك time وإن أدخلت transfer functions لل multi variable system وأدخلت كذلك input vector أي U1 و U2 وعملت السم هنا لا تنسى لما ستعرف زمن simulation أي من 0 إلى 15 بخطوة واحد يجب أن تعمل هذا transpose هنا كي تستطيع مطلب أن يحسب لك هذا وبالتالي فهو سيعطيك time domain response لهذا multiple variable system إن أدخلت له هذه الفكتور U1 و U2 وهنا كذلك فأنت تستطيع أن تتعرف ما هي ال input 2 مثلا إن عملت click signals أو output وممكن كذلك بالright mode hand click أن تتعرف على characteristics مثلا لكل منحنة فبعدها أن تعرفنا على طرق time domain analysis لأنظمة التحكم أو linear systems في الفيديوهات المقبلة إن شاء الله نتعرف على ما يسمى بروت لوكوس للينيار system سنتعرف كذلك على frequency domain analysis للينيار system stability analysis بمساعدة frequency domain methods gain والفاز ميرجينج السيستم نايك ويس بلوت إلى آخرين بالتالي قد انتهيت من الفيديو أشكركم على تتبعكم والسلام عليكم موسيقى